تارة الإسكان في إجراءات الحجز لمعرض بوابة التحلية في محافظة جدة وذلك ضمن برنامج البيع على الخارطة بالشراكة مع القطاع الخاص بإجمال وحدات سكنية بلغ عددها ألف وتسعمائة واثنان وخمسون وحدة طبعا المشروع بوابة التحلية على مساحة 190 ألف متر مربع المشروع يتكون من ثلاثين برج يحتوي على ألف وتسعمائة واثنين وخمسين وحدة سكنية إضافة إلى المرافق التعليمية والدينية والصحية إضافة إلى ذلك موجود مول على مساحة 50 ألف متر مربع وستريب مول اللي هو عبارة عن هايبر ماركت ومحلات في الجهة الشرقية من المشروع وتؤكد الوزارة على توفير تلك المنتجات السكنية بأسعار مناسبة وضمان الجودة العالية على أن يكون تسليمها خلال فترة لا تتجاوز الأعوام الثلاثة كحد أقصى من توقيع العقد وهي عبارة عن شقق بمساحات متنوعة وبأسعار تبدأ من 373 ألف ريال فضمنا الله منا جاءتني رسالة بالترشيح والحمد لله فبدأنا الخطوات فيما بعد حسب خطوات الرسالة بدأنا في عملية حجز الموعد وجينا على الموعد على أساس اليوم نشوف الإجراءات ونشوف المنتج المتوفر عندهم وبإذن الله أن نتمكن من حصول على السكن المناسب أنا اخترت الشقق اخترت الشقق هم يخيرونك ثلاثة شقق فتختار الشقق فبإذن الله هو العقد المبدئي مع الموزارة وقعته فإن شاء الله بعد تقريبا شهر أو أقل يكون العقد النهائي بعد ما يجمع البيانات تنظيم جدا مرتب كل قسم واضح فين مكان وفين تروح كل شيء واضح بليه تقريبا ساعة هنا خلصت كل إجراءاتي والآن انتهيت وشهد المعرض إقبالا شديدا من المرشحين والراغبين في الحصول على وحداتهم السكنية وقاموا بالاطلاع على نماذج الوحدات السكنية المتاحة ضمن المشروع قبل إنهاء إجراءات الحجز المبدئي وتثبيته لدى الوزارة مشروع البيع الخارطة يأتي امتدادا لعدة مشاريع أعلنت عنها وزارة الإسكان في عدد من مناطق المملكة سلطان القحطاني الإخبارية جدا